أن الأم هي رمز العطاء والمحبة وهي التي اعتادت التضحية من أجل أبنائها ووطنها قام وفد من لجنة الوطن الأهلية للمصالحة الوطنية بزيارة جمعية دار العجزة والمسنين في حما بمناسبة عيد الأمة وقاموا بتكريم الأمهات المتواجدين في المركز نحن هذه الشغلة ممكن نساوية لدار المسنين هنك لا يعطون أمهاتنا يعني فبمناسبة عيد الأم حبينا نجي نشوفهم نسلم إن شاء الله هنك العام هنك بخير نحن الحياة زيارتنا كانت لنعوضهم عن جو اللي هن محرومين منه وبنحسسهم أنه نحن معاهم نحن أولادهم دائما نحن معاهم بأي ظرف من الظروف جمعية خيرية اجتماعية بتهدف لتقديم الخدمة للمسنين بشكل عام ولكن بظروف الحرب تطور عملها وخدمنا كل نتاج الحرب كانت هي مساهمة من الجمعية ومن مدينة حما اللي هي صديقة للمسنين بالصمود بلدنا ولحن الخدمات المقدمة كاملة شبه مجانية طبيا واجتماعيا الحضور بدورهم أكدوا أهمية هذا التكريم الذي يهدف إلى إدخال السعادة والطمأنينة لقلوب الأمهات كما أكدوا على أهمية عمل الجمعية في توثيق صلاتهم مع أسرهم والبيئة الخارجية ومساعدتهم في الاندماج في الحياة الاجتماعية العامة ومواجهة المشكلات النتجة عن كبر السن ووقيتهم من أمراض الشيخ خا طبعا دار العجزة هنه كلهم أمهاتنا نحن حبينا نتحن بتواصل مع أكبر طيف المجتمع فبمناسبة عيد الأم حبينا نكرمهم ونحسسوا أن نحن أولادهم كلايتنا ونحن معهم ونحاول نحن كمبادرة وطنية نجمع المواطنين كلايتهم بحضن الوطن نحسسوا أن نحن كسوريين بعدنا موجودين نحن كسوريين كل لاياتنا منعتبر حاننا أسرة واحدة وكل لاياتنا دول أمهاتنا نحن اللي عم نحتني فيهم وعم نقدمهم كل شي بيتمنوا بحياتهم ونتمنى دائما وابدا يظلوا مبسوطين بحياتهم ويعيشوا حياة كل لاياتها هناء وسعادة إنها الأم اليد الحنون والقلب المعطاء الذي لا يتهاون في بذل الغالي والنفيس كرم للأبناء والوطن وتبقى الأم سوريا رمز الصمود والتضحية في كل أنحاء العالم